في حدث النهاردة حابب ان انا هنهي حلقة النهاردة بيه وهو ظهور محمد صلاح فيه الصورة يا شباب يلا بينا فيه صورة انتشرت لمحمد صلاح يعني شياكة بصراحة ممكن تظهرها لنا جمعا عشان ابو صلاح ابو صلاح والشياكة والبيهد والدنيا والدنيا ريئة وابيض فابيض والدنيا ريئة وصورة حلوة يعني بصوا جماعة اولا عشان الناس دايما بتتكلم على صلاح في الجزئية دي اولا صلاح زيه زي كريستيان رونالدو زيه زي ميسي زيه زي اللعيبة النجوم زي فرانسيسكو توتي والاسماء النجوم اللي كانت موجودة يعني مثلا زي رونالدينو كريستيانو الاسماء الكبير في اسماء كده جماعة نجوم برايموفيتش الاسماء دي يا جماعة محمد صلاح لا يكل عنهم يعني زيه زيهم اعتقد مش مش اعتقد هو زيه زيهم فطبيعي ان هو كانجل لازم يظهر بالشكل ده على فكرة هو دي حاجة دي حاجة على فكرة المفروض ان احنا نفتخر بيها وكل الجماهير تفتخر بيها لان دايما الناس بتقعر تتكلم محمد صلاح الانجليزي لا هو محمد صلاح مصري على فكرة مصري وفخر مصر وفخر العرب وعمل تاريخ كبير جدا مع ليفربول وفي الدور الانجليزي ومع الكل الامدال اللي شارك فيها وبدأها من السفر زي اي حد بيبدأ من السفر طبيعي في سنة الحياة مع التطور وتواجدك مع النجومية وطبيعي بتبقى فاشون بتلبس كويس بتركب احسن عربية بيبقى عندك احسن بيت وطبيعي ده الزهور بتاع محمد صلاح عشان الناس بتقعد دايما جربوا صلاح اللي انت عاملوا دوت ولابس ازاي وفاتح الشميس ازاي على فكرة زيه زي اي شاب كلنا بنعيشها يعني كلنا بنعيشها وبنلبس بتختلف الازواء وكل واحد بلبس اللي هو عايزه وبتنزل وما بتجي تصيف بتبقى تلاقي ناس ماشية فاتحة الشميس بتاعها واللي لابس كات واللي لابس شورت واللي اللابس سليبر في رجله مسلا فطبيعي كلنا بنعيشها ناس كتيرة جدا بتحب اللبس سواء حتى على قد الامكانات بتاعتك انت لما مسلا ربنا موفقك مسلا في شغلك فاول حاجة لما بيجي لك رز طبعا بتراضي اهلك بتراضي والدتك بتراضي والدك بتراضي زوجتك بتراضي اولادك بس لما بتيجي تنزل اول حاجة بتفكر فيها في نفسك تقول الله ده انا عايز اجيبلي تشيرتايا حلو تقول الله ده انا عايز اجيبلي بنطلون حلو تقول الله ده انا عايز اجيبلي كوتش حلو كلنا بنعيشها وبتتصور وبنقعد نتصور على 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 الانستجرام ولا فيسبوك وكل بالناس بتنزل انت حتى لما بتبقاعد في مكان عن نيل مسلا بتصور نفسك وانت في النيل بتصور نفسك وانت مصيف مسلا مع اسرتك ولا مع عائلتك ولا مع اصحابك وكلنا تقريبا بنعيش فهو حقه حقه ان هو يعيشها ويتبسط ويتصور ونجبه علامي وصحافة واعلام وبراند يتصور معاه فده شيء طبيعي عشان الناس دمين بتقعد تقوله انت ببيتش من لا صلاح مننا عادي وكلنا بنعيشها وكلنا عايشينها وبنلبس احسن لبسه وعلى قد الامكانات بتقدر تجيب لك احلى لبس اللي انه ده في الاول الاخر حاجة نفسيا ومعنويا ليك فهتمنى ان الناس بتقعدش اتعلق على موضوع صلاح في موضوع لبسه وتصور وانت تصورت مع مين ومين تصور معجبة تصورت بيك ولا معجبة تصور بيك ولا مش حافظت توقف مع مين ووقف ليه كده ولا على البحر مسك الاناناسة دي اللي ما بحبهاش فطبيعي كل طبيعي كل واحد بتتصور عادي انت بتبقى قاعد في كافير مثلا مع مع اصحابك بتقعد تصور القهوة بتاعتك هو لما ينزل مثلا سورة بالقهوة هو عمل حاجة اجرام ولا زيه زيك طبيعي سنه هيعيش حياته وعايز يعيش الحياة بتاعته فده كان بالنسبة لي انا بحب صلاح جد يعني انا نسي تقولك انت كنت مختار يا جماعة الاختلاف في الكورة حاجة والاختلاف يعني والمحبة ده بره تاني الموضوع بره خالص بره بره الموضوع كورة اختلف كورة عادي هتكلم بره كورة انا مالي في حب بحبه جدا وبحترمه جدا بس ملاهاش علاقة دايما الناس نفسي تفصل ما بين ان انا باجا تكلم على حد ككورة وما بين ان انا بتكلم على حد انا بحبه وبحترمه جدا لأنه هو من نجوم الكرة المصرية ومن نجوم العالم مش مصر بس من أفضل ثلاث لعبة في العالم حاليا يعني ونجم كبير وحقه أنه هو يتبسط ويخرج مع أسرته ويتصور ويعيش حياته كلنا بنعيشها زي ما بقول ده طبعا كان تعليق على محمد صلاح وحبيت أن أنا ننهي الحلقة بيه لأنه صلاح واجهة مشرفة للكرة المصرية والمصر ودايما محمد صلاح سيظل فخر مصر وفخر العرب